اشتركوا في القناة سيهيشام ازرواش الموديل الإقليمي لقطاع الشباب والرياضة بعملتي مقاطعات الحي حسني وعين شخ وكذا إقليم أنواصر. سيهيشام مرحبا لك. مرحبا وشكرا على الاستضافة من طرف أنفاسد بريس وعلى الاهتمام بالمواضيع التي تتهم القطاع الشباب والرياضة والطفولة والشديدة المغربية. سيهيشام كما قلت في التقديم ديالي السنسين المتتاليسين الأطفال سيتحرمون من تخيم الوطني ولكن تم تعودوا ببرنامج شعر تنشيدي لعلى مستوى القرب. واش هاد البرنامج غاد يعود هاد الاطفال هاد الحرمان من تخيم الوطني. طبيعة الحال كما جفت تقديم ديالكم أنه منذ تسجيل أول حالة للإصابة بكورونا فيروس كورونا هذه السنتين تقريبا. توقفت الأنشيطة الحضورية بمؤسسة الطفولة والشباب خصوصاً أنه الموسم التخيمي ديال 2020 تلغى. وبطبيعة الحال نظراً للمجموعة ديالتطورات اللي تعرفها الوباء واللي ممكنتش القطاع أنه ينضم للسنة الثانية برنامج غادة للجميع. لكي نكون في خدمة الطفولة والشباب المغربية بادرت الوزارة التقافة والشباب والرياضة بشاركة مع الجامعة الوطنية للتخيم إلى اقتراح هذا النموذج الجديد للتنشيط وهو برنامج تنشيط هذا القرب. هو عبارة عن آلية لاستقبال الأطفال والشباب بمؤسسة دور الشباب والمراكس السوسي رياضية للقرب والأنذية النسوية. من التاسعة صباحاً إلى الرابعة زوالاً بدون مبيتين أو تنقل مع التكلف التام بكل الأمور المتعلقة بتواجدهم خلال هذه الفترة من تغذية وتأمين وتنشيط سوسيو تربوي. هذه الفضاءات التي تكلمت عنها هي قادرة على استيعابة الاستخدامات الأطفال خاصة أن البعض منها تحول إلى مراكز التلقيح ضد كورونا. بطبيعة الحال أولاً الحمولات والتقديرات للأطفال والمستفيدين من هذه الفضاءات أخذ بعين الاعتبار. أولاً البنية ديال الاستقبال. ثانياً أخذ بعين الاعتبار لإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بحيث أنه يتم توفير التباعد. الاشتغال في إطار ورشد وليس في إطار جماعي. بطبيعة الحال من هذه المؤسسات دور الشباب والمراكز والسيورية ديال القرب استبعدت المراكز. الموضوع عارة هنا إشارة الحملة الوطنية للتلقيح. إذا خدنتم الحي الحسني للعين الشقق قليماً نواصر. شكراً تقريباً من الفضاء مفتوح لدولة؟ بالنسبة لنا على مستوى مديرية الحي الحسني للعين الشقق وإقليماً نواصر. هذه المديرية التي تشرف على قطع الشباب والرياضة بعملتين وإقليم. عملة مخاطعة عين الشقق وعملة مخاطعة الحي الحسني وإقليم النواصر. عملت المديرية الإقليمية بطبيعة الحال بتنسيق مع المصالح المركزية المعنية بهذا البرنامج. ومع المديرية الجهوية على فتح عشرين مركز موزعة على الأقاليم الثلاث. وقد راعت المديرية في اختيار هذه المرافق. أن تكون هذه المرافق نقطة استقطاب للفئات الهشة والطفولة المتواجدة بكل تراب سواء عملة إقليم النواصر أو عملة مقاطعة الحي الحسني. هل تقريب من الطفل يستفد؟ خلال المرحلة الأولى استفاد 2280 طفل. خلال المرحلة الثانية استفد 1330 طفل. بمعنى أنه 2610 طفل موزع على الأقاليم الثلاث. عين الشوق 500 مستفيد الحي الحسني 1010 وإقليم النواصر 1100. بطبيعة الحال اليوم من طلقات المرحلة الثالثة واللي تتعرف واحد الإقبال كبير جدا. أنا قبل ما نجي عندكم للسوديو للتسجيل هذه الحلقة قمت بزيارة واحدة مجموعة دي المؤسسات المستوحة. وأؤكد لكم على أنه ما كانوا واحد طلب كبير لدرجة أنه طرينا أنه نظراً للأعداد المقررة والتدابير الإدارية واللوجيستية المتخذة. طرينا أنه نطلبوا من واحدة مجموعة دي الآباء والأمهات أنهم يلتحقوا بنا خلال المرحلة الرابعة لغا تنطلق الأسبوع القادم. البعض المتتبعي لهذه العملية تتشيط على المستوى القرب. تأكدوا على واحدة مسألة تكون تفاوت على المستوى الخدمات. إذا أخذنا مثلاً إقليم الواصر، هذا النموذج هو عين الشق الحي حسني وإقليم النظر. الخدمات المقدمة لأطفال الأقليم الواصر ليست مقدمة العين الشق الحي حسني. هؤلاء الناس عندهم مسابيع وعندهم كذا والأخرين ما عندهم. كما قلنا البرنامج الواصر في البرنامج هو القرب. بمعنى أنه احنا فتحنا المرافق دينا المتواجدة في كل عمالة. مثلاً بالنسبة لعملات مقاطعة الحي الحسني. عندنا واحدة المجموعة ديال دور الشباب فتحناها ولكن ربي جوارها بالمحدد ديالي كانوا واحدة المجموعة ديال ملاعب القرب احنا فتحناها لأنشطة الرياضية ديال هالفئات المستهدفة بالنسبة لعملات مقاطعة العين الشق كانوا فضاء واحد اللي فيه مسبح بطبيعة الحال الأطفال بمحادات المسبح يستفيدون من المسبح بالنسبة لأقليم النواصل كانوا جميع مسابيع واحد على مساوى ضرب وعزة واحد على مساوى ما فكرتوش ديت تنفسه على القطع الخاص شوف كانوا واحد نقطة أساسية في هذا البرنامج هو أنه بدون تنقلين أو ما بيت إذن من اللي تنقوله التنقل لا نعني به فقط تنقل من مقاطعة المقاطعة والمدينة المدينة لا التامن حي الحي إحنا هذا البرنامج يتم تنظيمه في ظل واحد الوضعية وبائية وفي ظل واحد المجموعة دي الإجراءات اللي اتخذتها بلادنا للحد من انتقال فيروس كورونا لهذا كان من الضروري أنه ناخده بعين الاعتبار هاد الأمور كلها وإحنا بشكل مش تنقول يومي بشكل مستمر إحنا تنحرصه على أنه اتباع جميع الإجراءات الويقائية أنه الأطفال ما يكون الشرق دي الاتباع الجسماني متحقق بيناتهم أنهم في هذه الفضاءات يكونوا مرتدي الكمامات أنه الأعداد متفوتش العداد المسموح به ش هتخرب عدد المسموح به في كل مرحلة حسب الحمولة دي الكل الفضاء ناخد مثلا كين فضاءات اللي فيها خمسين دي المستفيدين ما تنقوله خمسين دي المستفيدين خمسة واربعين زائل خمسة وكين الفضاءات مستوحة اللي فيهم أقل من مياه ما تنقوله أقل من مياه تنقوله تسعين دي الأطفال وعشرة دي الأطر ولكن مع التأكيد على أن البرنامج التربوي يطبق في إطار ورشات ويحقق شرط التباعد وهنا أحيلكم على وحتى دخول دي السيد وزير التقافة والشباب والرياضة في إحدى الجلسات البرنامانية اللي أكد على أنه ما يمكنه إغامر بالأطفال وبالشباب المغربي خصوصا أنه عند انطلاق البرنامج كان الفئات اللي استفدت من التلقيح ما زال منزلناش أقل من 35 سنة وهنا لا يفوتوني أنه نحيي السلطات العمومية وسلطات الصحية على المساهمة ديالها فإنه تكون 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 اليقظة من أجل أنه نجحو هذا البرنامج لدرجة أنه كنا لجن ديال تتبع المراقبة الصحية اللي تتزورنا مرة في ثلثة أيام مرة في يومين ونشكر السيدة والسيدة عاملة عملة مقاطعة عين الشوق والسيدة عاملة مقاطعة الحي الحسني والسيدة عاملة إقليم النواصر على الاهتمام والتعبئة اللي تعطيوها شنين نوع الأنشطة اللي تتقدم لذي الأطفال طبيعاً نوع الأنشطة هي أولاً أنشطة ديال القرب أنشطة تراعي المتعة الترفيه والتنمية الداتية بمعنى أنها أنشطة موزعة ما بين أنشطة اللي فيها شوية الترفيه الرياضة السباحة الألعاب في الفضاءات الألعاب الداخلية في الفضاءات المغلاقة كذلك المعامل التربوية الورشات التثقيفية اللي تتطور المدارك ديال الأطفال وتتحقق لهم التنمية الداتية لأنه الهدف الكبير من هذا البرنامج هو أولاً تحقيق تنشيط القرب الاستفادة ديال الأطفال من العطلة الصيفية وهذه الاستفادة تكون داخل فضاءات ديال التنشيئة الاجتماعية وديالتنمية الداتية وبطبيعة الحال لأنه الإخراج ديالهم من الضغط النسي اللي عاشو خلال هاد المرحلة علماً أنه بالنسبة لنا احنا في المديرية الإقليمية عين الشق الحي الحسني وإقليم النواصر حتى أدنا فطرة الحجر الصحي وفطرة توقف الأنشيطة الحضورية كل حضور ديالنا وازن على مستوى التنشيط عن بعد بحيث أن المديرية الإقليمية نظمت مجموعة للأنشيطة لوجهات الطفولة والشباب على امتداد هات السنتين كانت أنشيطة عن بعد واللي مكنت بأنه استمرار للتنشيط السوسيوطربوي ولو عن بعد باستعمال المنصات ديال التواصل الاجتماعي نأكد على واحد القضية هو أنه هو البرنامج الحدود اليوم على مستوى تنتكلم على مستوى عين الشق الحي الحسن النواصر البرنامج ناجح جدا استطعنا بفضل اليقظة السوركاء من سلطات عمومية بفضل انخراط الأطر المديرية الإقليمية وبفعل التعاون للمكونات الحركة الجمعية ومجتمع المدني المنتمي للعملات الثلاث على أنه نقدموا واحد النموذج ديالبرنامج ديالتنشيط التربوي وتنشيط القرب في خدمة الطفولة ويمكن أن نمدكم بواحد من جموعة ديال الفيديوهات والصور الأنشيطة اللي تمتد ونأكد تمتد من جماعة النواصر بمحاذاة المطار ديال محمد الخاميس وإلى حدود ضارب وعزة في هاد المساحة الجغرافية اللي هي عين الشق الحي الحسني وإقليم الواسطة نستغلوا الوجود ديالك معنا ونسؤولوك على ذلك المركب الغيادي والترفيه اللي تدال المشروع في منطقة الزوبير الولفا مشروع غادي ولا واقف هو في إطار البرنامج الاجتماعي المدينة الضار البيضاء وهذا برنامج موضوع اتفاقية إطار موقع أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تمت برمجة مجموعة المنشآت ليس فقط في عملية مقاطعة الحي الحسني وفي عملية مقاطعة عين الشق وفي إقليم النواصر مدام طرحتي السؤال على عملية مقاطعة الحي الحسني فتم إنجاز ملعب القرب الآن تسلمناها وهي تشتغيل ملعب القرب الخزامة ملعب القرب نور الشرف وملعب القرب رياض الأندلوس كذلك الآن يتم بناء مسبح نصف أولمبي سومي أولمبيك والأشغال رابل غات واحد المستوى كبير من التنفيذ لدرجة أننا نتوقع أنه عملية تنتهاء الأشغال ستتم قبل الوقت المحدد في 16 شهر كذلك إنجا قاعة مغطاة في درب النجمة بمحادة النادي النسوي الحي الحسني حتى هي الأشغال رها غادة أو كور كذلك تهيئة ملعب الحبيب الزمراني ورها الأشغال الخدامة يمكن لكم ديروا زيارة لهذا الأوراج وتشوفوا التقدم هذه الأشغال التي تتشرف عليهم شركة كذا أميناجمو طبيعة الحال تنسيق مع السيدة عاملة مقاطعة الحي الحسني والمتر دوفراج اللي هو المديرية ديال الشباب والرياضة نفس العملية بالنسبة العين الشق حتى هو تم إنجاز واحد الملعب ديال ياسميناء تم تسلم ديال وراتي الشخل وتنسينا انطلاق الأشغال ديال القاعة ومصبح مغطى ودار الشباب في سيدة معروف بالنسبة الإقريم النواصر حتى هو تم إنجاز واحد تسعوة الملاعب ديال القرب منها واحد يوج ملاعب اللي في أولاد عزوز وفي السعادة اللي رهم فتحين الآن في إطار هذا البرنامج التنشيطي للقرب كذلك تم إنجاز قاعة مغطات فولاد صالح ويتم الآن إنجاز قاعة مغطات ودار الشباب بكل من بوسكورة أولاد عزوز بغيت نرجع لواحد النقطة في إطار الحديث على البرنامج التنشيطي للقرب هو الخصوصية مهمة مكنات البرنامج من أنه يوصل الواحد المجموعة للفئات اللي كان صعيب أنه نوصلوا لها ببرنامج عادي خصوصا كما قلت قبل الفئات لهشة ولكن خصوصا على مستوى العالم القراوي نذكر هنا أولاد عزوز جماعة أولاد عزوز في واحد المنطقة دية السعادة منطقة قراوية كذلك في الرحمة منطقة الرحمة في ولاة صالح هدو مناطق اللي كذلك في واحد بعض الأحياء الجديدة في ولاة صالح اللي هو النصر بغيت نعطي هدو الصورة بش نبين أنه التسفادة من هذا البرنامج كما تستفدو أطفال العالم الحضاري تستفدو أطفال العالم القراوي نشكر الأطور دي القطاع الشباب والرياضة بالعمالة بالمديرية دي العين شخ الحي الحساني على الانخيرات ديالهم وعلى الانجاجمون ديالهم لإنجاح هذا البرنامج وكل فاعلين الجمعويين سواء في حي الحساني في عملة الحي الحساني ولا في عملة عين الشق ولا في إقليم النواصر على الانخيرات ديالهم لإنجاح فعاليات لبرنامج التنشيطة للقرب ويكون جميعا في خدمة الطفولة والشبيب المغربية شكرا جزيلا الشيشان متتابعي قناة الفاس بريس إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله